لا تبحث عن بروباجندا إعلامية ولا تطلق مجرد تصريحات لكسب تعاطف الشعوب كما ليس من شيمها أن تسجل مجرد موقف بالأحرف والكلمات كما فعلت كثير من الدول ولا تزال فالأمر عندما يتعلق بفلسطين تكون مصر دوما السند والمعين ليس العضوان الأخيرة وحسب ما يؤكد ذلك فالمواقف كثيرة وكثيرة لكن هذا النزاع أعاد التذكير بما تحمله مصر وشعبها من حب ودعم وأخوة لفلسطين وشعبها أخوة لا مانع معها من تقاسم لقمة العيش والدواء بين شعبي نهر النيل وأرض كنعان بعد استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 11 يوما ومنذ اليوم الأول ومصر تبذل جهودا شتى لوقف هذا العدوان حتى تحقق المراد وتم وقف أطلاق النار بالتزامن مع ذلك كانت القاهرة تقدم مساعدات عاجلة وتفتح مستشفياتها لمعالجة جرح القصف واليوم جاء الدور على المساهمة في إعادة إعمار القطاع بل قيادة هذه العملية وتمهيدا لتنفيذ هذه الخطوة الضخمة على أرض الواقع كان الأعلان أولا عن تخصيص 500 مليون دولار لصالح الإعمار ثم كانت التوجيهات الرئاسية بسرعة إدخال معدات إلى قطاع غزة بناء على طلب السلطة الفلسطينية للمساهمة في إزالة الدمار والأنقاض التي خلفها القصف الإسرائيلي على القطاع حين أقدم على استهداف الأبراج والمنازل والمصانع بقواته العسكرية أتوقف الدعم المصري عند هذا الحد؟ بالتأكيد لا فبجانب إعادة إعمار ما تم تخريبه تبحث مصر عن جمع شتات الفلسطينيين على مائدة واحدة لذا لم يكن من الغريب توجيه دعوة عاجلة للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية للاجتماع في القاهرة الأسبوع المقبل اجتماع سيكون هدفه الأسمى لاتفاق على رؤية موحدة للخطوات اللازمة لإنهاء الانقسام ووضع خريطة طريق للمرحلة المقبلة ورؤية موحدة للتحرك الوطني الفلسطيني هكذا لم تتدخر القاهرة جهدا للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ولم تتأخر يوما عن القضية الفلسطينية بل دائما ما تعتبرها قضيتها الأولى والتاريخ خير شاهد ودليل اشتركوا في القناة